إلى القصة الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي وهي من اليمن السعيد وبطلها هو يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين حيث نرى العميد يحيى سريع في مقطع فيديو يتحدث عن جهزية القوات اليمنية لخوض معارك في البر والبحر أما التعليق المرفق بالفيديو فيقول عاجل كما وردنا الجيش اليمني يستعد لعملية برية كبرى لم يشاهد حسب هذا التعليق العالم مثيلها من قبل بعض الحسابات طورت القصة وغيرت فيها قليلا فشاركت مقطعا مصورا يظهر مجموعة عسكريين يتفحصون خارطة وكتبت إسرائيل في خطر القادة في اليمن يتوعدون بتنفيذ عمليات برية لم يسبق لها مثيل في التاريخ شاهد هذه عملية عسكرية بأسلحة وجيوش غير مرئية هو تدريب من نوع آخر شبكة أنصار الحق الأعلامية ذات العلامة الزرقاء جيوش غير مرئية ممكن يكون جيوش سيدنا سليمان من الجل قبل تفنيد المنشورات وجب تذكر أمر مهم وهو أن المسافة بين اليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة هي نحو ألفي كيلومتر أي أنه لا توجد حدود بين البلدين وقد قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين إنه منذ بداية العدوان على غزة والكلام هنا على لسان عبد الملك الحوثي بالحرف قال الرجل كنا نتلهف لو أمكن شعبنا التحرك بمئات الألاف للالتحام المباشر في المعركة البرية وإنما حال بيننا وبين المواجهة المباشرة مع العدو هو الجغرافية الواسعة لأنظمة عربية تواطأ الكثير منها مع العدو الإسرائيلي يضيف عبد الملك الحوثي كنا نتمنى أن يختبرون أو أن يسعوا إلى التخلص منا من خلال فتح الطريق لنا إلى قطاع غزة لكنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا مضيفا أي عبد الملك الحوثي أن الأعداء سيفاجأون في البر كما تفاجأوا في البحر بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ تساعد على التنكيل بهم وهنا انتهى الاقتباس من كلام الحوثي باختصار جماعة أنصار الله الحوثيين لا يسعون إلى خوض مواجهة برية مع الاحتلال لأن ذلك غير ممكن جغرافيا ولكنهم يرغبون في ذلك لو تمكنوا لكن جغرافيا لا تسمح كلام الحوثي يقول ذلك